الحب العميق في اتجاه واحد أحياناً بيخلينا محبين في كل الاتجاهات حبك لطفلك هو مفتاحك لحب كل الدنيا من حواليك طيب الموضوع اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيه مع حضراتكم هو الحقيقة مش موضوع بقى تنويه عن الحلقة القادمة اخدتوا بالكو احنا تكلمنا في كم موضوع النهاردة كلمنا في الاستعداد للحمل تمام كلمنا في الوقت المناسب لحدوث الإخصاب أو لحدوث الحمل تمام اتكلمنا فيه أعراض الحمل اتكلمنا فيه استمرار الحمل اتكلمنا فيه تأخر الحمل اتكلمنا الجنين عبارة عن ايه ارجعوا بقى الحاجات دي للي ما شافش الحلقة أو ما شافهاش من الأول أو شافها وعايز يرجع يبقى عنده معلومات تانية يكتبها أو يحتفظ بيها الحاجات دي كلها موجودة على اليوتيوب وموجودة على فيسبوك تمام طيب الحلقة الجاية بقى هنتكلم في ايه الحلقة الجاية بقى هتبقى حلقة جميلة قوي هنتكلم بقى مع حضراتكم عن اللي بيحصل للجنين في كل شهر من شهور الحمل التسعة يعني الشهر الاول الجنين بيحصل فيه ايه او بيحصل له ايه شهر التاني شهر التاني لغاية ما نوصل الى الشهر التاسع باذن الله تمام كده حلقة يعني هتكون بجد مفيدة جدا ومهمة جدا لانك هنا بقى بنتكلم مش عن حضرتك حضرتك هنتكلم معاكي عليك يعني بس في حلقات تانية الحلقة الجاة دي بقى مخصصة بالكامل ليه ايه بقى وليه العهد سواء كان بقى ولد او بنت ان شاء الله ايه بقى اللي بيحصل معاهم طوال فترة الحمل وبالتالي اللي نخلي بالنا منه دي نقطة مهمة قوي انتوا هتفجأوا بحاجات غريبة جدا والناس ممكن تبقى بتعمل اخطاء والناس ممكن تبقى بتعمل حاجات ومش اخد بالها منها ان هي خطر او في وسائل اللي هي تبقى للحفاظ على الحمل وعلى الجنين بشكل وهي في منطقة البساطة وهكذا انا بدعو حضراتكم انكم تفضلوا متابعين معانا سلسلة الحلقات اللي بدأناها معاكم النهاردة وهي عن الحمل كل ما يجب معرفته عن الحمل وعلى فكرة احنا اتكلمنا هو في الحلقة النهاردة عن موضوعات كتير الحلقة الجاية هنتكلم عن زي ما قلنا شهور الحمل التسعة يا رب بإذن الله بس الحلقة تكفي ان شاء الله يعني ان شاء الله تكفي تمام هتلاقونا بعد كده ما في حلقات بعد كده هنقول لكم اختبار الحمل ده صحيح ولا نتائجه مش دقيقة تمام هنعرف تاني برضو حاجات تانية يعني هنعرف مثلا حاجات ايه بقى علاقة الأدوية بالحمل يعني الحمل في الأدوية ده هيبقى ممكن ناخد أدوية وانت حامل ولا ممنوع خالص كل الأدوية هنعرف حاجات عن الربطة مع الجنين ازاي انك ممكن تزاودي الربط وهكذا هنعرف حاجات كتيرة قوي قوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكونوا مستمتعين بيها وعايز اقول بس لحضراتكم حاجة مهمة جدا يعني قبل ما اختم الحلقة النهاردة الحاجة المهمة دي هي انه في ناس ممكن تفكر في الحمل انه مسئولية كبيرة جدا وهو مسئولية مش كبيرة مسئولية جسيمة مسئولية جسيمة شوفوا احنا استخدمت اللفظ يعني اللي هو يعني ياربي يكون قد الحدث لكن خلوا عندكوا قناعة انا هنا بكلم بقى البنات ان شاء الله اللي هيبقوا زوجات بعد كده او الزوجات اللي في بداية يعني حياتهم الزوجية او حتى اللي هم بدأوا لسه ما انجبوش اطفال او يعني انجبوا طفل واحد وبيفكروا وطبعا ما تزود ما تزودش بقى عن اتنين يعني تمام ربنا سبحانه وتعالى اختارك لهذه المهمة الجسيمة وربنا من اسماءه وصفاته انه الرحمن الرحيم فربنا سبحانه وتعالى لما يختارك فهو عارف قدراتك عارف كويس قوي ان انت تقدري على انجاز هذه المهمة بكل نجاح لان زي ما قلت في بداية الحلقة الحمل بيخليكي شريكة في صناعة الحياة يعني معزل الله طبعا مش قصدي المعنى يعني الوحش لكن عايز اقول من باب التكريم ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم المرأة وبيكرم الزوجة انه خلاكي سبب من اسباب استمرار الحياة على الارض تمام؟ انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان حاجة انا قلتها في الحلقة احنا في زمن مش عارف حايز اقولها كده بشكل مباشر محدش بيعرف يقعد ساكت يعني يعني مع انه الناس اللي المفروض تتكلم بجد بيكلموا يعني بشكل محدد وموضوعي غير كده بقى فيه ناس عمالة تتكلم عمالة على بطها ووسائل التواصل الحقيقة يعني سهمت في ده بشكل فج فج يعني بشكل مبالغ فيه جدا فتبصد لو ناس طالعة تحكي عن تجاربها وسواء بسخرية او بتقل دم او يعني هم فاكرين انه يقف الدم يعني هم مش مدركين ان الكلام اللي هم بيقولوا ده ممكن يبعث برسائل سلبية جدا لبنات وزوجات لسه في بداية حياتهم او بيخططوا لحياتهم فيبتدوا يتعاملوا مع الحياة دي على انها شيء مخيف الحياة الزوجية يعني وان الحمل ده شيء يعني مرعب وانه ابقى حامل ازاي وهروح وجه ازاي وهنام ازاي وهاصحة ازاي واللي تقولك انا مبقيتش طيقة جوزي وانا حامل كل ده كلام فاضي وانا بكرر هو كلام ثقيل الدم كمان انما الكلام العلمي والكلام الموضوعي اسمعي بقى كلام من والدتك واسمعي كلام من اخواتك الكبار واسمعي كلام من اصدقائك اللي مروا بالتجربة هيقولولك الحمل والولادة اصعب حاجة في الدنيا لكنها احلى حاجة في الدنيا واجمل حاجة في الدنيا وكل التعب اللي انتي بتمر بيه ده هتلاقيه بعد كده هتتعودي عليه وهو وقت وخلاص وهيعدي وبعد كده الحياة راحة لا الحياة ارهاق ومسئولية تانية مسئولية بقى الجنين بقى اللي تولد ده بقى بقى موجود بقى لحمه دم هنخلي بالنا منه ازاي ودي سنة الحياة سنة الحياة مش صعبة سنة الحياة هي ان احنا ورانا مسئوليات لازم نعملها انا بقول لكم الكلام ده علشان محدش يخاف ومحدش يستصعب وتلاقوا في زوجات انا لاحظت كده ان في زوجات كتير قوي يقولك ايه احنا متفقين نصيحنا نأجل بقى الحمل والولادة وكده اربع خمس سنين اصلا انا مش عارفة هكمل ولا لأ اصلا انا اكمل في الحياة اصلا اقدر طلع مش عارف مش كوي وهكذا طبعا كل حاجة لها تخطيط وكل حاجة لها كلام موزون لكن ما يبقاش السبب هو ان احنا عايزين اصلا احنا عايزين نتفسح ونخرج ومين قال لكم ان انتوا وانتوا حامل وانتوا معاكم اولاد مش هتتفسحوا ومش هتخرجوا ومش هتتبسطوا ده الفسح والخروج والانبساط بيبقى لها بقى شكل تاني خالص بتبقى بقى حاجات كلها جميلة وحاجات حلوة لابنها كلها حاجات بتبقى للمصلحة العامة عشان خاطر المولود اللي لسه مشرف الدنيا ترجمة نانسي قنقر